السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكوا عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وزومة اول يوم رمضان. ودي دايما الحقيقة اه ممتي هي اللي بتبقى عزمانة عليها على البط كل سنة اول يوم. بس المرة دي هعملوا عندي علشان موضوع الحزر والكلام ده. فانا مش هلحق روح وارجع طبعا قبل الحزر. فهي ان شاء الله هتبقى معينا المرة دي. واقبل يا رب كل سنة. ربنا يخليها لي يا رب. ان شاء الله انا هعمل معاكم كرومب باللحمة. مقلوبة كرومب باللحمة. تمام? اه انا سميتها مقلوبة علشان بقلبها كده بالحالة زي ما انتم شايفين. فانا يعني اطلقت عليها اسم مقلوبة لكن هي طبعا محشي كرومب العادي. واعمل كنافة بالمهلبية. وهنعمل البط مع بعض بالمرتة. وانا عملتوا معاكم قبل كده كزا فيديو عن البط بالمرتة وهو على الطريقة الدومياتية او الطريقة البرسعادية. وهنعمل كشك على شربة البط وكمان ملوخية. بس طبعا الملوخية مش هصورها لكو لاني عملها معاكم قبل كده. فهبقى نزل لكم الرابط بتاعها. هنعملها قبل كده معكو بالتفصيل من الالف للياء. وهعمل كمان روز آآ بالزبيب والكبات والاونس. تمام? انا عندي البط طبعا نعم بالليل الصبح في مية وسكر وملح وخل. تمام? شايفين المية كلها مدممة ازاي? انا جسلت ومضفته كويس جدا. ووقفته كده بالطول في الطبق علشان ينزل اي دم فيه او اي سويل فيه. هبدأ اعمل المرتب بتاعته بقى عندي بصل ومكعبات حوالي بصلتين تلاتة كبار كده. هتقطعهم مكعبات وهبدأ اضف لهم التوابل بتاعتهم اللي هي عبارة عن ملح. مع علاقتين صغيرين كده من بتاع الشاي مليانين علشان يبقى حدقه حل. لان هو في الشرب طبعا الحدق بتاعه بيقل وبينزل في الشرب. هضيف كمان نص معلقة من الشطة الحمراء. معلقة مليانة من الفلفل الاصمر. او معلقة نص كمان. ومعلقة مليانة من الكمون. تمام? هي دي التوابل بس بتاعت المرتب ونضيفش اي حاجة تانية. واحط لها حوالي كباية لربعة من المية. وحوالي نص كباية او ربعة كباية كده من الزيت. ربعة كباية كفاية علشان ما يبقاش فيه زيت كتير. تمام? وهقلب كله وبعضه زي ما انت شايفين وارفعه على نار متوسطة لغاية ما يشرب المية وينطر الزيت. واسيبه اياه دا شوية. والوقت اللي بط معي خلاص زي الففل زي ما انت شايفين. هبدأ نشوفه منازل المطبخ. كويس جدا. ونزل اه امسح بطنه من جوه علشان اي دم فيه او اي مية. وانا بخسله وبعد ما بخسله بدعكه باللمون. اه من نص للمونة كده بفضل ادعك واصر جواه ومن برا. اه اللمون بيشيل اي زفار يا جماعة لأي حاجة. بيقضى على اي زفار احسن بنخلي كمان. تمام? شايفينه ما ما شاء الله مفوش اي ريش ولا اي حاجة. اه وده بيرجع ان انت بتجيب البط سنه كبير شوية. لو جبتيه سنه صغير بيكون بيغير ريش بتاعه. فبيكون مسلل. تمام? زي كمان ان انت لما تجيبيه سنه كبير بيكون فصه اه او لحمه احمر. اه فبيبقى حلو كده اه غير اللي بيبقى لحمه فاتح وما بيد كده ده بيبقى سنه صغير. ما بيخدش سوى على النار قوي. بس طعمه ما بيبقاش حلو زي اللي سنه كبير. تمام? اه هحشي بقى بالمرتة بتاعتي اهي بعد مجهزة وديبلت شايفين? اه وعندي بصل او ورمة صغير هدخله مع المرتة كده. بيبقى طعمه مسكر ويبقى حلو قوي. هبدأ بعد كده اه اقفلها بالخيط. سوى الابرة. ابرة الحافة الكبيرة دي. وهبدأ اه اخياطها. تمام? وفي الاخر هلمي رجليها بالخيط برضو. علشان ما تبقاش رجليها سايبة كده وشكلها مش حلو بعد التسوير. تمام? يبدأ اخياطي وقفلي بقى البطن بتاعتها دي خالص كده. واحدة واحدة. مش صعب خالص. عايز تقفليها بخلية الاسنان براحتك. بس الخيط سهل ومش صعب. وفي نفس الوقت بتنماني ان البصل ما يخرجش منه وهو بيتسلق. تمام? لما تيجي جمان تشتري البط هات البط اللي هو عنده عنده حطة حمرة كده فوق آآ منخيره او فوق بقه كده. آآ بيقولوا عليه بط سعوداني او آآ او اللي هو البط البلدي. ليه كزا اسم يعني. بس هنا انا بعلمه بالحطة الحمرة اللي بتبقى فوق عند عند بقه من فوق كده. هو ده البط اللي ببقى حلو. تمام? بينزلش سومنية كتير وما بيكشش قوي بعد ما بتسلو ايه. بعد ما خيطت وقفلت رجليب الخيط برضو. لميتها كده بخيط زي ما انتم شايفين. وعملت البطة التانية كمان وقفلتها. وخليت معلقة من البصل للمرتده عشان اعمل بيها الرز. تمام? عندي حلة بقى فيها مياه بتجلي. هنزل فيها البط وهنزل فيها الكباد والاوانس. والرقبة والاجنحة وكل حاجة. وانا قطعت الاجنحة بتاعة البط. واول ما ياخد غلوة كده على النار هبدأ ااخده ورمي ميضه. وابدأ اخسله تاني. واخسل الحلة تاني. وابدأ اشوحه تاني من الاول وجديد. يعني انا باخد غلوة كده ورمي المية دي عشان بيطلع ريم. وبتاخد الريحة اللي مش حلوة. وبعد نخسله عادي خالص. وفي نقطة زيت كده هبدأ اشوحه في مستكة وحبهان. فصل مستكة. فصل حبهان. وعندي قعود ارفة خشب. وعندي ورقتين من وراء اللورة. وعندي مش هضيف اي توابل تانية زيادة لان المرتبة تنزل برضو توابل في الشربة. ومش هضيف ملح دلوقتي خالص. لما يقرب يدخل في استوى كده هبدأ اضيف له الملح بتاعي. تمام? ابدأ اشوحه ويفضل تنزله على ظهره علشان لو لزق منك في الحلة. آآ وتقطع يبقى لسدري شكله وسليم ومش بايز. تمام? انزلي كمان بالاجنحة بقى والكبدة والانصة والحاجات دي. وورقتين لورة. وانزلي بمية مغلية لغاية ما تغطي الحلة. تمام? لغاية ما تغطي قصدي البط. يعني المية يكون مغطية البط كويس. على عشان يتضمن انه يستوي. ابدأ اهدى عليه النهار بقى. هو وط عليه. واسيبه لغاية ما يستوي خالص برحته. وابدأ اه اعمل مع على الشربة بقى بتاعته الكشك. وابدأ اعمل الرز. عندي هنا اللحمة بقى بتاعتي. دي من الموزة. هاولي كلها الرافع. هاخده ااخده غلوة برضو. ورمو ميته زي ما عملت في البط كده بالضبط. علشان اي حاجة مندي انا بحب غليها غلوة كده ورمو ميتها. بتشير الريم وبتشير هي حلة مش حلوة. علشان الشربة تكون بيضة كده وحلوة وفتحة. تمام? بعد ما جليت معي زي ما انتم شايفين. وطلعي كل الريمو في جوانب الحلة. اخدها اخسلها كويس. وصفيها. وبعدين اخسل الحلة بتاعتي تاني. وارجع شوح اللحمة. تمام? نصلتها وصفتها. نقطة زيت في الحلة كده. وفصت مستيك. وفصت حبام برضو. وورقتين لورة. اعزت اضيف عود اه اه ارفة خشب بتدي رحة حلوة اول الشربة. مش عايزة بلاش. تمام? والملح برضو مش هنضيفه في الواخر لما نتأكل اللحمة خلاص دخلت في السوا. تمام? طيب انا بسلق اللحمة ليه? علشان هحطها في الحلة بتاعت المحشي الكرومب من تحته خالص. في الفرش بتاعت الحلة علشان دخل لون وتتحمر منها فيها ويبقى شكلها حلوة لما الكرومب. تمام? هرش رشد فلفل قصمر بسيط. وهقلب اللحمة. انا مش عايزها تلون يا دوب بس تاخد صمة كده معي. مش عايزها تغمق ولا تاخد لون علشان ما نغمقليش في الشربو. تمام? طبعا انا عملت العصاير بتاعتي من بالليل. بفضل تعملها من بالليل علشان تبقي فاضية بقى للأكل والتجهيزات التانية. مش هيبقى عندك فرصة ان انت تقف تعملي عصير بقى وكلام من ده. وهبقى نزله لكم ان شاء الله في حلقة لوحده علشان الفيديو ما يكونش طويل. اللحمة خلاص بدأت في الغليانة هي. ههدى عليها النوار بقى. واسبها كده تستوي مع نفسها. وهبقى اضيف لها الملح بقى بتاعها في الواخر لما تدخل في استوي زي ما اتفقنا. نيجي بقى الكرومب. عندي الكرومبها بتاعتي لما تجيبها ما تجيبهاش مكتومة هاتيها مهوية كده. هشيل كل الراس دي. يعني هحاول انا اقوارها باستيكينة من جوة كده. تمام? علشان كده الورق بتاعها هيبقى سهلة ويتفصل. ويفك منك بسهولة. تمام? في ناس بتقسمها الاربعة وتسلقها او النصين وتسلقها كل الربع الواحده او كل نص الواحده. او تشيل ورقة ورقة وتسلقهم مع مع بعض. لا انا بشيلي الورق لا اقدر اللي من بره ده اللي هو الغامق. اركينه وخليلي الاخر خالص عشان بيكون في رمل وطينا فما يبهدليش المية. واخد الكرومبايا زي ما هي كده في حل تكون اكبر من الكرومبايا. ومية مغلية ومعلاقة كمون. وانزل بالكرومبايا واغطيها بالمية المغلية. بس بعد ما حط الكرومبايا ازود مية. علشان لو حطيتيها والحل مليانة. هتلاقي المية طفت منك ووقعت على البوتاجاز. تمام? يعني انت حط الكرومبا وزود المية بقى اتغطي الكرومب. دي اسهل طريقة لسلق الكرومب. هتجهز الضباق في مية بردة على جنبك او مية من الحنفية. عشان تطلعي منها تطلعي الكرومب عليها على طول علشان توردي وتوقفي التسويب بتاعتها علشان ما يتريش منك. تمام? شايفين انا بغطصها في المية المغلية ازاي? هلاقيه هتلقائي اول ما الورق يتسلق ويستوي. هتلاقي الورق فك من بعض الواحد وكده. لان احنا شايدين الراس اللي هي بتبقى مسكاهم مع بعض. شايفين? بمسك بمعلقتين كده مع بعض. معلقتين كبار بقى خشب او غير خشب الممكن كبار علشان ايديك ما تتحرقش من البخار. تمام? وضغطي بقى عليها كده الورقة بالمعلقتين وشليها تتشل معاك بسهولة جدا. هتنزليها على المية. وهنكرر نفس الخطوات دي غاية منخلص الكرومباية كلها. تمام? شايفين بقى الطريقة سهلة جدا? مفهاش اي يا حاجة صعبة ازاي? ايه الطريقة اللي هي بتقطع الكرومباية الاربعة انا بحس ان هي بتهضر ورق كتير. يعني ممكن ورق تكون متقطعها صوية قوي فما ننفعش تتحشي. فالافضل ان انت تعمليها كده تبقى الورقة بورقتها وانت اللي تفصليها زي ما انت عايزة. انا الحقيقة ما بقطعها بقى بقطعها رولات كده. والرول بقدر احشي بيه وقطع منه وانا بحشيه. بيبقى اسهل كتير. وكمان ببقى اضمنا ان انا لفيته الصبع للاخر وتقفل معي كويس وتقفل كويس. غير لما بقطع الورق وممكن اتفاجئ ان الورق صغيرة على الحشوة والصبع ما قفلش معي كويس. تمام? انا خلصت الكرومباية البيضة خلاص. هبدأ انزل لورق الاخدر بالتدريج برضو. الفاتح شوية في الاول. والاخدر لغمق خالص بخليلي الاخر. عشان المية بتاعتي تفضل ايه نضيفة معايا. تمام? او في الاخر لما تبقى مش نضيفة بقى يبقى هما دول الاخر ورق معايا. مش انزل ده في الاول وبعد كده انزل لورق الابيض يبهدل مني. طبعا هاخده بعد كده اخسله كله تحت المية الجارية. علشان لو في بقايا رمل ولا حاجة تنزل. تمام? هبدأ قطعه بقى معاكم. شايفين? بتشيل العرش بتاعته دي كده وتبرو من كده الورقة رول. وتقطعي بقى على قد صبعك على قد طول صبعك انت بتاع المحشي انت عايزة عامل طول وقد ايه? عايزة طويل ولا عايزة قصير. انت بقى اللي بتفصلي زي ما انت عايزة. تمام? انا بحب سيبه رول كده زي ما هو. وهحشي منه وانا شغله وقطع. ازا انت عايزة تقطعي الرول لورق بقى صغير كله براحتك. تمام? شايفين? كله سهل ازاي ان شاء الله? وانت ممكن على فكرة تسلق الكرمب وتآ يعني تعملي الكرمب من الليل تسلق ايه وتقطعيه وتشليه في التلاجة. لغاية تاني يوم مثلا لما تعملين خلطة وتحشيه على طول عشان تخفي الامور شوية. ساعات لما بكون هعمل محاشي كتير بعمل كده بجاهز الكرمب والويتنجان بيتقور وكل حاجة من بالليل بس الويتنجان ما تختلهوش. غير لما تيجي تحشيه علشان ما يجلتش منك. والكوس هيفضل نكتقوريها ساعة ما تيجي تعملي عشان برضو بتجلت. نيجي نعمل خلطة المحشي دي الطماطم اللي انا مفرزها معاكو قبل كده. كنت عاملة منها عشان شهر رمضان ووسبت شوية علشان المحشي. عندي بصلتين كبار متقطعين مكعبات وفلفلية روم سويرة وفصتينتهم مفرومين. نزلت بيهم كلهم في الزيت. انا عايزة شوحهم بس مش عايزةهم يغدلون ولا حاجة. وعندي بصلايا مفرومة او مبشورة. حطت لها ملح وفلفل وكمون. وهقلبها كده واركنها على جنب وهقولكو في الاخر هعمل بيها ايه? وعندي كمان طماطمتين كده مكعبات صغيرة وعندي حزمة شبت او حزمتين شبت وحزمة كسبرة وحزمة بقدونس. انا دايما بحب بقطر الشبت شوية عن باقي الخضرة علشان بيبقى دي ليحة كده خاصة. بدي ليحة حلوة قوي للمحشي. خلاص البصل والثوم الفلفل ريحتهم بدأت تطلع. زي ما انت شايفين لونهم ابيض ما تحمرويش ولا حاجة. هنزل بعصير الطماطم بتاعي. وهو ما شاء الله هو اصلا متسبك. مش محتاج ان انا سبكه على النار. واللونه ما شاء الله بنجري صلصة ولا اي حاجة. ولا بين في قشر ولا بزر ولا اي حاجة خالص. وانا مش بصطفية على فكرة. تمام? هابدأ اضيف الرز بتاعي. اللي هو عبارة عن جبايتين ونص من الرز. انا جسله ومصفيةهم. رز مصري طبعا. بتأكد ان هو رز مصري علشان ساعد بيجيه رز الفلبيني ده. بيبقى وحش جدا جدا يعني ميبانش فيه ولا زيت ولا اي حاجة بتحطيها له بيبان فيه. ومش بيبقى حلو خالص بيبوز الاكل. تمام? هابدأ اضيفي التوابل بتاعتي بقى بعد ما اضيفة الرز ده علشان يبقى ريحتها في المحشي كده. كمون وفلفل. كزبرة نشفة. آآ نعناع نشف. رشة بسيطة من القرفة. وهضيف الملح بتاعي والطماطم. تقدر يضيف مكعب مرأة او تضيفيه في الشربة. انا هنا هضيفه في الشربة. تمام? هحط ملح في الخلطة. وهضيف المكعب في الشربة. الحدق بقى ده يعني زي زوق كل واحد بقى. وتقدر تضيق وتزبطي. والخضرة في الاخر. وهضف معلقة صلصة. وهضفي عليه. وبعدين اضيف له معلقة البصلية المبشورة اللي انا عملتها بالتوابل وركنتها دي. هضيفها بعد مضفي على الماء على الخلطة. على البارد كده وهقلبها. علشان تدي ريحة حلوة قوي بتطعم حلو للمحشي. تمام? والخلطة دي انا بعملها في اي نوع ما حاشي. هبدأ احشي معاكم بقى وتحشي بمعلاقة صغيرة عشان تعاري بيها. علشان اولا اه حجم الصباعة يكون كله شبه بعضه. وفي نفس الوقت ايدك ما تبهدلش بالرز وتبهدلي الورق من برة. والحلة كلها تبقى مليانة رز. تمام? تقدر تقطع الورق كده زي ما قلتلك. وتحشي. تخلي الناحية النعمة هي اللي من برة والخشنة هي اللي من جوه. ولما تحط الرز ما تخليهش يخرج لاخر الجناب علشان لما يستوي ما يطلعش من من الكرومب وبهدلك الحل. خليها في نص في نص الكرومباية كده. وانت لما هتبرومي كده تلقائي وهتستوي هتطلع للجناب لوحدها. انا بفضل اسيبها رول زي ما هي كده بقى مجرم اقطع وحشي. وبعد ما لف الصبع اقوم اقطع. تمام? كده افضل كتير وكده بتضمني ان انت لفيت صبعك للاخر وخليتيه مزبوط ومش خرج منه رز ولا اي حاجة. وكمان بتنجز معاكي وقت في التقطيع والحاجات دي. بتسهلك الامور شوية. تحشي ما يكو واحدة كمان من البيضة. ممكن على فكرة يتحشي المحشي وتبايت من بالليل المحشي الكرومب يعني الكرومب. تلفيه كل حاجة وتروسيه في الحلة. وتسيبه تاني يوم في التلاجة وتعلق على الصبح بقى على النار. آآ عادي خلص مش بيجراله اي حاجة. تمام? لكن البتنجان بيجلت. ما ينفعش ان انت تحشيه وتبيتيه. الافضل ان انت اول ما تعمليه تسويه على طول. او لو انت مقوران بالليل تسيبه من جير غسيل في شونطة كده في التلاجة. وتخسليه ساعة ما تيجي تحشيه. اللحم هنا تسلقت خلاص. هبدأ رصتها في الحلة في الارضية كده زي ما انت شايفة. انا هنا ما فراشتش بصل ولا اي حاجة. علشان انا عايز اللحمة هي اللي تبقى على وش الكرومب. وتبقى اغدى لون ومتحمرة كده منها فيها. هبدأ رصت الكرومب بتاعي بقى. هاخد رصتها بالطول ورصتها بالعرض. وتخدي الكرومب على الافلة بتاعته وتحطيه علشان ما يفكش منك. يعني ايه رصت بالطول ورصت بالعرض? يعني انا برصت دلوقتي الصوابع اهي بالطول. هبدأ رص بقى رصتها بالعرض. يعني بامشي عكسي. صف طول وصف عرض. تمام? علشان الراصت دي هي اللي بتخلي المحشي لما بتقلبية ما يفكش منك ويبقى متماسك. هو يعني شكله ما يبص يفضل على شكله كده. اهم حاجة الحلة تكون اه ما بتلزقش فيها اكل. يعني ما تجيش تعمليه في حل الالمونيا. وتجي تقلبية. لأ هتلاقي لزق منك. تمام? يا تفال يا سيراميك. الحاجات اللي هي ما بتلزقش. خلاص رصت بالطول. هرصت بقى بالعرض. وقفل في الجناب كده بصوابع المحشي. ما استبهاش فاضي برضو. يعني مش هزي يبقى فيه فراغات كده في الجناب. تمام? اتغاطع عليها بقى كده كويس بعد ما حشتيها عشان تبقى متماسكة. وهدي بقى الشربة حوالي آآ مجل لربع كده. تمام? وحطت له صلصة وحطت له كل التوابل اللي انا نضفتها للمحشي. وحطت له كمان مكعب من المرأة. هحطتها بس مش كلها لغاية مرفع على النار. وهزي الحلة كده عشان العقدة ينزل فيها. لايت ما تبدأ في الغلايا. لو لقيت الشربة قليلة هتزودي. لقيتها كويسة خلاص. المفوض ان هي ما تبقاش مغطية الكرومب. عندي شربة البط بقى بعد البط خلاص استوى. هبدأ اعمل عليه شوية كشك. انا خدت شوية روز دي كده حوالي نصف كبات روز. ونزلتها في الشربة وهسيبها تستوي في الشربة وتتسلق كويس جدا. وهجيب كباية من الزبادي الكبيرة. عليها آآ معلقة كبيرة مليانة من الضيق. وعليها آآ معلقتين من اللبن البودر. تمام? لو عندك لبن حليب هتحط منه مسلا هوالي نصف كباية كده مع الزبادي. هقلب كله مع بعضه. وهستنى لما الرز يستوي بتسلق خالص في الشربة لان الرز هينزل للنشة بتاعه في الشربة. فيديها سمك برضو. وانا حمرت هنا بصلايا صغيرة زي بتاعت الكشري. وهاخد الزيت بقى اللي انا حمرت فيه ده. انا نزله في الشربة اللي فيها الرز اللي بتسلق اللي احنا نعمل بها الكشك. تمام? بتدي له ريحة حلوة. وبتدي طعم حلو. هبدأ انزل بقى بالزبادي اللي بتقيقه لبن. وقلبها بالمضرب كده على السريع علشان ما تلكعش مني. لو لقيت ان هي سيلة معاكي لسه ممكن تديها معاكي كمان. هبدأ بقى اغرفة هي طبعا تقلد بس سيلة لسه عشان تسخنة. لما هتبرد هتجمد وتتمازك معاكي. هم حاجة تزبطي الشربة بتاعتك وتزبطي الحضقة بتاعها كويس جدا. علشان ده بفرق في طعم الكشك قوي. هنرشلها بقى البصل اللي على الوش ده. وممكن تدفلها كمان كبت وقوانس من بتاعة البط. هنعمل دلوقتي البصل بتاع الروز ده بقى. عندي بصلتين كبار متقطعين مكعبات. هتطلوهم نص مكعب من المرأة مع لقى صغيرة من الكركم. آآ مع لقى صغيرة من القرفة ومع لقى صغيرة دي اللي هي بتاعت التوابل مش بتاعت الشاي. شايفين بصل لونه بقى عامل ازاي? انا مش بحمره انا يدب بس بخليه يتبل على النار. وعندي الكبض والقوانس بتاعة البط انا قطعتها زي ما انتم شايفين. نزلت بيها على البصل وهبدأ يقلب فيها كده لغاية ما تاخد لون شوية. تتحمر معاه شوية. وانا عندي هنا زبيب حوالي نص كبات زبيب انا انا اععاف مياه. واحطيت ملح بقى وفلفل اصمر للكبض والقوانس. وهنزل الزبيب وهبدأ يقلب بقى فيه لغاية ما ياخد لون كده. ودي البط دهنته باللمون ودخلته الشويخة لون. والرز يا جماعة المقطع بضعه اتقطع مني غصبا عني في المنتاج. انا عملته بازاي? عملته بالشربة. وعادي خالص شربة البط. وحطت له كاري وكركم. وحطت له قرفة. وحطت له ملح وفلفل اصمر. وحطت مكعب مرأة كمان معاه. ومعلقة صغيرة من العسل السويت. تمام? الكنافة بقى هنعملها ازاي? انا متلجها في الفريزر. طلعتها فرقتها خالص زي ما انتم شايفين. وحطت لها نصف كباية من السكر للبدرة. وهاخد كباية السمنة اخد منها معلقة الاول. اعمل بها الصينية اللي هعمل فيها الكنافة. عشان تبقى جهزة عندي. قبل ما حط ايدي في الكنافة بالسمنة. اخد السمنة بقى بتاعتي. واضفها كده على الكنافة شوية بشوية. وغلفها كلها بالسمنة. هاتي بقى الصينية وابدأ اقسمي كمية الكنافة بتاعتك دي. حاولي تقسميها كده يعني بالنظر. هتفرديها في الصينية وتفريديها كويس. بعد ما فردناها آآ هنبدأ نعمل حواف الصينية بالكنافة. يعني نمشي على الحواف الصينية كده بالكنافة. يعني كأنك بتعملي صور كده من الكنافة. علشان نعمل لها حواف. علشان لما نحط المهلبية واندخلها لفرن ما تخرجش المهلبية من الجناب وبهدلك الدنيا. تمام? علشان لو حبيت تقليبها الكنافة ما تلزقش منك. ضغطي بقى على الحواف كويس بيديكي. وضغطي على الكنافة كمان كويس. وهاتي اي صينية صويرة عن الصينية دي او علب التلاجة زي ما انا عملت. اي حاجة اظهر يعني من الصينية وكل نعمة. وضغطي بها كويس جدا على الكنافة. تمام? وهم حاجة دهين الصينية سمنة كويس. علشان لو حبيت تقليب الكنافة. تتقليب معاك بسهولة. وتقليبيها او ما تسقيها بالشرباط. ما تسبيهاش لما تبرد. يعني اسبيها دقيقتين كده بس تهدى. لكن لو بردت خالص هتتمسك في الصينية من السمنة لانها تجمد. فمشي تعرفي تقليبيها. تعالي عمل المهلبية بقى كيلو لربع من اللبن. عليه تلات معالق كبار مليانين من النشا. المعالق الهرامية كبيرة. ودوبهم على البارد ورفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر للا يتما بقيت مهلبية زي ما انت شايفين. وانا ما اضفت لهاش سكر لان كده كده الكنافة هسقيها بالشرباط. وطبعا الكنافة قبل ما ابدأ اعملها بيكون عاملها الشرباط بتاعها وشيلا في التلاجة علشان يبرد. وهو عبارة عن كبايتين من السكر وكبايتين الاربع من المية. وعصرة لمون. وفاصلهم على النار لغاية ما يبدأوا يجلوا ويعملوا معايا كده فاققية. وحاست المهلبية لغاية ما بردت وتمسكت معايا. علشان ابدأ اضيف الراءة التانية من الكنافة. وضغط عليها كويس من غير مقلق ان المهلبية تطلع مني او تبحت للدنيا. طبعا في الاسناء دي انا مشغلها الفرن من قبل ما ابدأ اعمل الكنافة علشان يسخم معايا. اضغط ضغطة بسيطة بقى على الكنافة عشان يسويها. وادخلها الفرن على نار عالية لمدة حوالي كده تلتساع. لغاية ما لاقي بدأت اللون معايا من الجناب. هابدأ اهدي النار عليها شوية. لغاية ما تبدأ تاخد لون. هقوم نزليها على الصاجر بتاعة الفرن من تحت. وفتح لها الشواية. لغاية ما اخدت اللون اللي انتم شايفينه معايا ده. هتطلع وهي صخنة. هسقيها بالشرباط البارد زي ما اتفقنا. بارد وتقيل. وزينها بقى عندي بسوداني او بقى اي حاجة عندي انا زينتها بالفوصدق الكتاب اللي عملته معاكم قبل كده. او تقدر تسيبها كده من جيل تزيين ومن جيل اي حاجة. يعني على حسب المتاح عندك. تمام. اللي كنا في كده برضو خلصت معايا. اتمنى ان شاء الله تكون العزومة عجبتكو. آآ وحب افكركم ان شاء الله متنسوش لايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكم شايماء امي.